فلازم بصوا اصلا الموضوع النهاردة بان فمحدش يقعد ايه يقول لا انا بقولك اهو كلام الواضح لحدك تبقى عارفه الخراب ده هنلمه ازاي اجيب برلمان كمان يخرب البلد تاني اجيب برلمان يرجعنا تاني لسبعمائة مليون سنة برا ورا اجيب برلمان ممكن التلفزيون ده ما ديباش في بيتك حرام حرام تفرج على التلفزيون حرام مسلسلات مفيش كورة مش عارف البس مش عارف ازاي وامت ازاي ايوه يقول لك كده الله يامو يبقى كده ما بيعملوها الخمار كله يبقى خمار السيدة تقعد البيت نتشغلش تشغل ليه مكانها البيت مش مكانها تشغل فحضرتك عز برلمان كده ان شاء الله او عز برلمان امريكان شغلين عليك زين 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 طول الوقت فلوس 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 جوا من برا يخرب لك ما انا جاي ببرلمان بقى بتاعي ايوه حضرتك تبقى عارف ده يا فندم لازم تبقى عارفين كده الامريكان متسايبينك ورجالتهم هينزلوا وهينزلوهم وهيمولوهم عشان يبقى عنده حتى لو عنده مش هقولك متين حتى لو عنده عشرين انا بقولك حتى عشرين واحد بتوع الامريكان مش التانيين الامريكان دول يعمل لك دوشة كفاية انه كل شوية يعمل لك مؤتمر صعف ويطلع بقى الخارجية الامريكية والناس والنواب اللي بيعملوا وشوفت ومش راضين نعمل دربكة وخلاص استفيد بالنناس زي حتى لو واحد ينفذ اجندة هل تسمح بده تاني مش كفالة عمل فارجوكو اختيار صح وهنقولكو يعني في ناس بيقولون تو هنختار ان شاء الله يعني انا في الموضوع ده مش هقدر اقيد مين ولا اقول ما تن يعني لكن لانا باعلنه على الهوى ومعنديش مشكلة اقوله ابدا انه اختار الناخب او المرشح اعني المرشح الوطني الذي يحافظ على بلدك المرشح الذي يحافظ على جيشك المرشح الذي ليس له علاقات المرشح اللي مش هيقولك ربنا بيقول احنا عارفين ربنا كتر منه المرشح اللي مش هيستخدم الدين في كلامه في شعاراته وفي خطبه وفي وجوده تحت قبة البرلمان المرشح اللي مش هيجي مش عايز حد ييجي يقوللي حلال وحرام مش عايز حد ييجي يقوللي ما تتكلمت في ده وتتكلم في ده مش عايز حد ييجي يقوللي في عيد مسا في شامل السين ما تاكلوش في سيخ مش عايز حد ينتخب واحد ييجي يحرم ويكفر مش عايز حد كده خالص لو سمحتوا انتخب احنا كلنا عارفين بلدنا وعارفين مرشحين وعارفين مين هيخدم ومين مش هيخدم ومين هيشرع ومين مش هيشرع ومين لي مصحه مع البلد ومين لي ملوش مصحه مع البلد اللي عايز يرجعك اقسم بالله العظيم لو انتخبت برلمان على غير هوى حضراتكو هواكو انكو تنزلوا اصل موضوعي المرة دي الرهان النزول اكتر انا بقول لحضراتكو بجد بجد يا تنزل زي ما نزلت في تلاتين ستة تلاتة وتلاتين مليون يا خلاص انسى البلد انا بقوله من بدري وحسبونا على الكلام ده لو نزلت اقل من تلاتين مليون انسوا البلد وما تداروش على بلدكم ما تداروش هتبقوا محق عايز اقولكو حاجة يوسف جاهز